أخبار اليوم الوصيفة الأولى هتأخذ اللقب بعد ما حصلت عليه سلمة زاكموت المغربية لأنها تنازلت عن اللقب لها علشان حتتجوز النهاردة عندنا اتنين عرض أزياء كبار لاثنين من ديزاينر الكبار اللي جايين من الكويت وطبعاً هيعملوا دفلي مميز عندنا بعض المطربين هيكون فيه يعني غنى وهيكون طبعاً فيه الحدث الأكبر والأهم وهو نقل التاج ليسمين وإن شاء الله كده يبقى حدث مميز أنا عايز أقول أنه الجمال طبعاً شيء مهم ولكن الأخلاق والشخصية والكاركتر بتاع البنت هو اللي بيميزها عن غيرها وكمان عايز أقول أنه إحدى على مدار السنين المهرجان كان فيه فرصة كبيرة جداً أنه فيه مجموعة كبيرة من الفنانين يكونوا موجودين معنا من مصممي الأزياء من كمان من الناس اللي هم متخصصين في التجميل ومتخصصين في الموضة يعني فيه مجموعة كبيرة من الناس الفنانين والنجوم بيكونوا موجودين معنا في المهرجان ده ودي بتقى فرصة جميلة جداً لأنهم كلهم بيكونوا من العالم العربي كله يعني 22 دولة عربية بتشارك وده بيكون مهم جداً على مدار السنين هي طبعاً المعايير يعني يمكن إحنا قلناها من أول سنة عملنا فيها المهرجان ده يعني ده ويمكن هي ما تغيرتش ولكن ركزنا فيها على الثقافة على الأخلاقيات بتاعت البنت على حضورها على رغبتها في العمل اجتماعي التطوعي إنها تكون بتحب مصر وبتحب بلدها وبتقول سفيرة للسياحة المصرية على مدار السنين يعني المهرجان بركز على ده كتير جداً ولقنا إنه ده أفضل شروط إن البنت تكون مثقافة ومتعلمة وسلوكيتها متوازنة مشروعاتنا المستقبلية إنه إحنا المهرجان دلوقتي بيلف العالم العربي كله وبيكون فيه في كل دولة عربية لينا وكيل وفي كل دولة عربية بيتم اختيار مصغر للفتاة المثالية اللي بتمثل البلد وكلهم هيكتمعوا هنا تاني في شهر 12 إنه هو المعاد المهرجان كل سنة فده طبعاً يعني يعد نجاح للمهرجان إنه ابتدى ينطلق في العالم العربي كله ويمكن عشان كده هتلاحظ حضرتك إن أنا كاد بإطلاق المهرجان أنا بطلقه النهاردة لأنه ليه حيكون ليه دورة في العالم العربي كله فيه لفة في العالم العربي كله عندنا وكيل بكل دولة عربية وينتهي بمصر هي اللي تجمع كل الملكات هنا ويكون الختام عندنا في مصر ونأمل إن شاء الله ستنجى أنه يكون في شرم الشيخ اللي هو نهاية 2015